بعد البوليميك الكبيرة اللي عملها خبر اطلاق صراح سامي الفهري والضجة على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشا ردود افعال من اصدقاء سامي الفهري اللي هنهو هنهو كل العائلة على خروجه ورجوعه لعائلته شفنا ثلث من المشاهير والممثلين وحتى السياسين اللي تفعلوا مع هذا الخبر وحتى الناس اللي في خلافه معاهم كيمالوت في العبدالي ونوف الورتيني شفنا ردد فعلهم وهابتوا تدوينه على حسابهم الرسمي وعلقوا على اخبار افراج على سامي الفهري وقدموا التهاني بهذه المناسبة الحرية سامي الفهري والعائلته شفنا تفاعلة كبيرة من الناس اللي تعرف سامي الفهري من بينهم علي الشابي نعرفه وبعد التحقه بقناة التاسعة العلاقة بينه بين سامي الفهري وعائلة سامي الفهري ما هادش كمقبل اللي كنا لحظنا اهانة زوجة سامي الفهري اسم الفهري لعالاء الشابي امام الجميع بعد المشاركة في حاملة الضغط على القضاء لإطلاق صراح سامي الفهري لكن ورغم الإهانة على الشابي قرر أنه يشاركهم الفرحة الكبيرة هذه بمغادرة سامي الفهري السجن والعودة لعائلته من جديد عائلته الصغيرة والكبيرة وهب التدوين على حسابه الرسمي وعلق على خبر الإفراج عليه واكتب على الشابي الحمد اللي عليك نعرف الناس الكل أنه على الشابي كان صديق مقرب برشة من سامي الفهري وتواحد في لقاءة سابقان هار خروجه من السجن مش يكون من بين الناس اللي بيش تتعرض له ولكن السؤال زعم على الشابي وبعد الخلاف مع زوجة سامي الفهري اتعرض له ولا لا هذا اللي مش نعرفوه في الأيام القادمة انتو ما خلونا تعليقاتكم حتو جيم للفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة واتفعل الجرس ليصلكم كل جديد